لهيب الفساد والفوضى ذلك هو لهيب الصيف في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة نصف درجة الغليان في عدة محافظات بحسب هيئة الأنواء الجوية ومعه يخيم اليأس لدى العراقيين من إصلاح مشكلة الكهرباء مشكلة أريد لها أن تستمر من قبل أحزاب العملية السياسية فهي متعمدة يقول كثيرون لإشغال الرأي العام عن مشاكل أكبر تصل ساعات القطع اليومية إلى عشر ساعات أو أكثر أحيانا ومنذ بداية شهر حزيران الجاري لجأ الكثير من العراقيين ممن يسعفهم وضعهم المالي إلى السفر خارج البلاد هاربا من حر الصيف ومشكلة الكهرباء في حين لاذ بعضهم إلى الأماكن العامة والمساجد بسبب توفر الكهرباء فيها لا سيما في بغداد فيما تسبب درجات الحرارة الجنونية بغرق العدير من الشباب الهاربين من الحر إلى مياه الأنهري ليضيف ذلك بعدا آخر من المأساة وتتفاقم الأزمة أكثر وتخرج عن السيطرة عند توقف إمدادات الغاز الإيراني عن العراق وهو ما يسبب تراجع كميات إنتاج الكهرباء في المحطات إذ يحتاج العراق إلى أربعين ألف ميجاواط كحد أدنى لسد احتياجاته اليومية من الكهرباء بينما لا توفر وزارة الكهرباء سوى أربعة وعشرين ألف ميجاواط في أفضل الأحوال وذلك في حال توفر الغاز الإيراني دون انقطع وغالبا ما تعتمد السلطات الحكومية حلولا توصف بالترقيعية لمواجهة أي أزمة تمس مصالح المواطنين وآخر هذه الحلول هو اللجوء إلى مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني لإنهاء أزمة الكهرباء وبالرغم من الإمكانيات التي يتمتع بها العراق إلا أن خبراء اقتصاديين يستبعدون إمكانية تحقيق البلاد لاستقرار الذاتي للطاقة كما تدعي حكومة الإطار التنسيقي وسط تنام الفساد وهدر المال العام وبالتالي استمرار الفشل في مشاريع الطاقة أزمة الكهرباء في العراق تنذر بتصعيد شعبي لا يقل سخونة عن أجواء الصيف الحارقة حيث بدأت التظاهرات في العديد من المحافظات احتجاجا على استمرار ساعات القطع اليومية وسط توقعات باتساع رقعة التظاهرات في حال استمرار الأزمة خلال فصل الصيف ترجمة نانسي قنقر